مرحبا وأهلا بكم في عدد جديد من فقرة من بيرلين بشراكة بينما دي أن تيفي ومؤسسة دويتش فيلا نبدأ بموقع دويتش فيلا الذي وقف على اقتراحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكخون لحلفائه الأوروبيين من أجل إصلاح أنظمة الاتحاد الأوروبي ومن أهم هذه التعديلات ما أسماه إجراءات لحماية الدموقراطية الأوروبية ونقرأ في المقال يؤكد ماكخون إنشاء وكالة أوروبية لحماية الدموقراطية حيث سيتم إرسال خبراء أوروبيين إلى كل دولة عضو لحماية الانتخابات من هجمات القراصنة ومن كل أشكال التلاعب كما يريد الرئيس الفرنسي الذي لا يزال يتعرض لضغوطات داخلية كبيرة بسبب احتجاجات السترات الصفراء يريد منع تمويل الأحزاب السياسية الأوروبية من قبل قوى أجنبية زيادة على ذلك اقترح ماكرون حضر التعليقات على الكراهية والعنف في الأنترنت أما صحيفة جينيغال أنتسايغا فتناولت موضوع توقيع إسبانيا وبريطانيا لاتفاقية حول الضرائب بجبل طارق في إطال الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذه الخطوات تخفي حسب الصحيفة المخاوفة من ورائها من تضرر اقتصاد البلدين بعد البريكسيت وجاء في المقال في نظر حكومة جبل طارق السياحة يمكن أن تتضرر بشكل كبير لأنها تستقطب حوالي عشرة ملايين سائح سنويا ويعتمد حوالي ثلاثون بالمئة من اقتصاد جبل طارق على السياحة وإذا صار عبور الحدود إلى جبل طارق صعبا فإن ذلك سيتسبب بالتأكيد في خسائر مالية وبدورهم يخشى الإسبان من تضرر اقتصادهم بعد غلق الحدود ووقف بيع المنتجات الإسبانية إلى سكان جبل طارق وتجري إسبانيا وبريطانيا حاليا محادثات لاستعداد لمرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد وإلى شبيغل أونلاين وتزايد الضغط على رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بسبب مطالب مجموعة من الأحزاب الشعبية في البرلمان الأوروبي بتجمد عضويته أو طرده وجاء في المقال قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجرى أوائل شهر مايو يعيش أوربان تحت ضغط كبير فالتحالف الشعبي الأوروبي الذي يضم حزبه والحزبين المسيحيين الألمانيين يجري محادثات حول إمكانيات إبعاده بسبب خطاب معادات السامية والاتحاد الأوروبي واشترطت الأحزاب الثلاثة على أوربان للبقاء يلغى إصلاح التعليم العالي المثير للجدل في بلده والاعتذار عن حملة التشهير ضد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر وفي العشرين من الشهر الجاري ستصوت الأحزاب الأوروبية الأعضاء في حزب الشعب الأوروبي لصالح استبعاده من عدمه وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية مسبقا أنه سيصوت لصالح الطرد ونختم بصحيفة زود دوجستايتونغ التي تأخذ قراءها إلى المغرب وتحديدا إلى شواطئ جنوب المملكة بين أغادير وإمسوان التي تشهدان إقبالا لعشاق رياضة ركوب أمواج البحر على الجانب والمغاربة وكتبت الصحيفة تقول على مدى عشر سنوات تزايد عدد مخيمات رياضة ركوب أمواج البحر في المغرب خاصة في جنوب البلاد فبين أغادير وإمسوان هناك حوالي ثمانين مخيما وعددا من مدارس ركوب الأمواج على امتداد الساحل البالغ طوله مئة كيلومتر وتتميز المنطقة بأمواجها المثيرة للإعجاب وخلال موسم الثروة بين شهرين نوفمبر ومارس تكون الظروف ممارسة هذه الرياضة أفضل وجذبت بحر وشواطئ المغرب منذ عقود أيضا كبار الموسيقيين العالميين كجيمي هندريكس وذو دورز ورولينستونز انتهت الفقرة والموعد يتجدد معكم الأحد القادم إلى اللقاء